اعلنت وكالة الفضاء الامريكية ناسا عن ارجاء عملية اطلاق مسباري باركر وهو اول مركبة فضائية من صنع الانسان تصمم لعبور الغلاف الجوي للشمس من صباح السبت الى الاحد وتقرر تأجيل العملية بسبب مشكلة في ضغط الاليوم رصدت قبل دقائق من الاقلاع وفق ما افادت الناس التي اوضحت ان هامش الاطلاق الجديد حدد اعتبارا من الساعة السابعة والواحدة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش من صباح الاحد ويوازي حجم هذا المسبار حجم سيارة صغيرة وهو يحمل اجهزة مخصصة لدراسة الغلاف الجوي للشمس ومراقبة سطحها من مسافة هي الاقرب التي يبلغها جهاز من صنع البشر وقد بلغت تكليف المهمة مليارا وخمسمائة الف دولار ويتطلع العلماء الى ان تحمل هذه المهمة اجوبة شافية عن اسئلة ما زالت تؤرق الاوساط العلمية منها تفسير السبب الذي يجعل حرارة هالة الشمس اعلى بثلاثمائة مرة من حرارة سطحها